أريد أتحدث عن دور الإعلام في تحريك العاطفة وليس المنطق عند الناس طبعاً أتحدث عن هذا الموضوع وبداخلي ألم كلش قوي بسبب ما قال إليه بعض الإعلام أنا تخصصي علم لغة تطبيقي من محاسن الصدف أو مساوئ الصدف أنه بحثي في مجال الدكتورة هو تحليل اللغة في الخطاب الإعلامي وتحليل الإنحياز اللغوي الإعلامي باختصار لا يوجد هناك إعلام محايد 100% والإعلام دائماً يشوبه علامة الاستفهام في الإنحياز لجانب دون الآخر نجي للنقطة الأساسية الموضوع هو لغوي لكن لغوي على الهامش الإنسان هو عبارة عن عاطفة ومنطق والإعلام يخاطب في الغالب العاطفة لأنه الإعلام يحتاج إلى دعم وهناك بعض الشخصيات أو بعض الأشخاص في مكان معين في العالم يحتاجون إلى هذا الدعم العاطفي من يختفي هذا الدعم العاطفي الناس ترجع إلى منطقها لكن في المناطق الخاصة في العالم اللي يكثر فيها الجهل يكون تغليب العاطفة على المنطق اللي احنا نسميه logic والعاطفة هي emotions فمن تتغلب العاطفة على المنطق تقدر يتحرك الناس بأي اتجاه تشاء ممكن إذا خلقت العاطفة المناسبة والتأجيج المناسب رح يتحرك الناس والغالبية بالناس اللي يلبسون العدسة الخاصة بالعاطفة على المنطق رح يتأجيجون ويتحركون باتجاه معين فهذه عشر وسائل ممكن يتخذها الإعلام في تحريك الأشخاص والقرارات والشعوب ليش دا أستخدم هذا المحتوى بهذا الاتجاه تحديدا السبب هو كثرة المحتوى غير النافع والاهتمام بالشخصيات اللي ما عدها أي مؤهلات ومن نتحدث ما عدها أي مؤهلات المؤهلات الأساسية مالتهم هو إمكانية على الأكل وإنما لاستدامة الوضع الراهن للمجتمع دون تحريكه باتجاه التطور واتجاه النضوج مثل ما دا نشوف بالمجتمعات الآسيوية المجتمعات المنتجة المجتمعات المتقدمة اللي يكون فيها تغليب البحث والعلم والخبراء والعلماء على بقية الأشخاص بسبب كونهم العنصر الأساسي النافع اللي ممكن رح يأخذ حضارة هذه الشعوب إلى المستوى الأعلى إضافة إلى تغليب قضية العاطفة على المنطق في الشعوب اللي قل فيها مستوى الوعي والقراءة الحل هو أن تقرأ أكثر أن تسأل نفسك هل أنا لا أسمع للطرفين هل المعلومة اللي ينقلها الشخص الفلاني أو القناة الفلانية هي معلومة إحصائية هل بيها أرقام دقيقة هل هذه الأرقام الدقيقة مقتبسة من مصادر موثوقة ومصادر تتسم بعد موجود الإنحيات نرجع للنقطة نقطة الأولى اللي يستغل بها الإعلام الشعوب يسموها شايبينج برسبشن شايبينج برسبشن هو ترك الانطباع من خلال عنوان فرعي أو رئيسي على فئة معينة من الناس أو على ظاهرة معينة من الناس بشكل معين مثلاً ينقل خبر الارتفاع الفلكي في أسعار الطماطة في البصرة طبعاً هذا الخبر حقيقي وموجود في أحد القنوات الفضائية اللي تنشر أخبارها باللون الأحمر أكيد تعرفون يا قناة شايبين برسبشن هو ترك الانطباع السيء عد عامة الناس على الوضع طبعاً تسألني عن الأسباب هوايا أكو أسباب ممكن منعدها الاستفادة الاقتصادية لهذه الفئة أو ديمومة الوضع وعدم التقدم أو الاعتماد على هذه الأخبار لأنه أكو جهة معينة تتم الاستفادة من عندها والانتفاع من عندها بشكل أو بآخر Theories أو نظريات كثيرة بهذا المجال الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية هي Setting Agendas أو وجود بروتوكول معين على أي المواضيع تتسم بالأولوية مثلاً أحد القنوات الفضائية تثير موضوع الاحتباس الحراري وتبدأ بنشر محتوى يخص الاحتباس الحراري ليلاً ونهاراً هذه نحن نسميها Setting Agenda أجندة مالتهم هو نشر هذا حتى يكون Policy Makers و Stakeholders و Decision Makers يكون ضمن الأولويات مالتهم لأن يكون الصدمات دائماً vocabulary شائع ووارد هذه Recycled دائماً أسمع هذا الموضوع فلين أسمعه هواية فيكون هو إذن مهم بس هو مو بالضرورة لأنه أنت جايك من Media Outlet أو من منفذ أخباري بهذا الشكل فمو بالضرورة يكون هو الموضوع المهم وربما أكون مشاكل أخرى نشر هذا الموضوع بكثرة يخلي الناس ما تهتم بالمواضيع الأخرى مثلاً احنا في مجال اللغويات احنا هو شنو الخبر هو أي شيء غير طبيعي مثلاً A dog bit a man هناك كلب تكرمون عظى رجل هذا ما يعتبر خبر ليش؟ لأنه هذا موضوع سائد لكن a man bit a dog هذا يعتبر خبر فإذا تسمع هذا هذا تعتقد أنه خبر مو طبيعي فأي شيء خارج المألوف يعتبر خبر غير طبيعي فدائماً أنت يسأل نفسك شنو السبب اللي ديركز به هذا المنفذ الإخباري على هاي النقطة دون النقاط الأخرى ومن عندها ممكن راح تكتشف هذا بالمحصلة النهائية أكو مخطط للقنوات العالمية وخاصة الأمريكية يشوفك يعني مثل هذا اللي هسدت شوفها قدامك يشوفك القنوات وشيء مضحك أنه القنوات المتوسطة قليلة الإنحياز أو قليلة الإنحياز قليلة في الوسط لكن حتى هذه القنوات هي يشوفها الشك في أنها تخدم فئة معينة من الأشخاص بسبب أجندة معينة المسألة الثالثة هو شايبينج بيهيفير اللي هو نعادة تشكيل وتشكيل السلوك كيف؟ ممكن يقدمو لك محتوى على شكل مسلسل أو كارتون والشخصيات تقوم بأدوار معينة هذه الشخصيات يكتب في بداية المحتوى أن هذه الشخصيات لا تمس الواقع بصلة وهي شخصيات من وحي الخيال في الحقيقة الخيال هو دائما إلى ارتباط بالواقع والواقع إلى ارتباط بالخيال بعض الأشخاص يذكر هذه الجملة حتى يتجنب موضوع التشكيك والاتهام في المحصلة النهائية من أن نشوف مسلسلات بها شخصيات تتصرف بطريقة معينة ممكن هذه الشخصيات أنت تحس نفسك أكفت جزء غريزي من داخلك يحب يكون هاي الشخصية أو يتقمص هذه الشخصية بالمستقبل شخصية غريبة مثلا بس تحب تكونها فتنطيك عكسس على هذا السلوك أنه أنت في يوم من الأيام ممكن تتجربها وبالتالي دخلت ضمن مجموعة شايبينج بيهيفور اللي هي وحدة من الأجندات الخاصة بالإعلام النقطة الرابعة هي الشايبينج ريالي كوريج أو تغطية إعلامية تصف الأشخاص اللي ظهروا في مظاهرة في لندن مثلا عنهم متظاهرين سلميين بيسفول ديمستريترز راح تنطي برسيبشن عن واقع أنهم وذولة بيسفول لكن إذا ذكرت أنه بيسفول ديمستريترز أو براتيست أو مظاهرات عنيفة راح تنطي رياليتي عند المستمع عند المتلقي على أنهم وذول بغض النظر عن ما هيّتهم فممكن كلمة وحدة استخدامها اللغوي يحرف يكون دال على الأشخاص على أنهم سلميين أو عنيفين فبالتالي هذا يسمونها شايبينج رياليتي اللي هو دور الإعلام كل شيء بيكبير بلدنج ستريوتيبز اللي هو بناء الصورة النمطية بناء الصورة النمطية واضح جدا وهو موجود في كل مناطق العالم مثلا في الأفلام الخاصة بهوليوود في الأفلام الخاصة بهوليوود ممكن يشوفوك الطبق السوداء لأنه طبقة عبيد أو طبقة عندها نزعة إجرامية أو criminal inclination أو أنه جزء من المناطق الجنوبية مناطق فقيرة أو المناطق الشمالية مناطق تتسم بالتحضر والسرعة وال يعني البناء العمراني هذا كليته يسمونه شايبينج رياليتي باستخدام هذه الوسيلة هذا كليته هذا كليته احنا نسميه بيلدنج ستريوتيبز يعني مثلا أحد القنوات تركز على النزاعات العشائرية في جنوب مانشستر تعرفون مانشستر يعني مليئة بالعشائر وبالتالي هناك نزاعات كثيرة على الموانئ في مانشستر وعلى الأهوار في مانشستر أو على الحصص السياسية للأعضاء الخاصين بمدينة مانشستر فبالتالي هاي النزاعات العشائرية يؤثر لها الإعلام على أنه هي الصفة الغالبة لهذه المنطقة في حين أنه المنطقة بصراحة مليئة بالجمال ومليئة بالناس الطيبة ومليئة بالأمان لكن تحدث هذه المناوشات في مدينة مانشستر بين الحين والأخ وهاي مو بالضرورة تكون هي الصفة الغالبة لهذه المدينة خلق أو تخليق القلق والخوف الخوف والقلق ممكن أذكر قصة أنه أحد الأساتذة سأل الطلبة قال لهم كان هناك خمسة أصافير أو طيور على غصن الشجرة قرر ثلاثة الطيران وقرر ثلاثة الطيران كم عصفور بقى على الغصن الطلبة قالوا عصفورين رجع قال لهم قرروا والقرار مو بالضرورة يكون تنفيذ فالموجودين على الغصن هم خمسة لأنه قرروا لكن ما كان أي تنفيذ خلق الخوف والقلق هو أنه تختار عنوان يثير الفزع عد المتلقي وتستخدم الخبراء النفسيين بطريقة بشعة وسيئة ومستغلة لتوظيف الموسيقى والتونات اللي تثير الخوف وطبول الحرب أثناء والألوان طبعا البراقة الجميلة الألوان الحمراء أو الألوان اللي تشير إلى القلق مع هذا الموضوع فأنت مثلا تسمع أحد القنوات تنطيق خبر مثار قلق مثلا ارتفاع أسعار البنزين بشكل فلكي في منطقة لندن ابتداء من الشهر الرابع ويا هذا تونة موسيقى أو طبول خطر يعني في خلفية الخبر فأنت هذه المؤثرات السمعية والبصرية التي تشوفها قدامك تخلق عندك قلق وتخلق عندك خوف لكن إذا أطفأت التلفاز وعشت حياة طبيعية راح تستيقظ ثاني يوم والأمور كلش طبيعية ماكو شيء فأنت دخلت في مسرحية محبوكة جدا من مجموعة خبراء نفسيين يختارون التونة الصوتية والخبر والكلمة الدالة على سوء الوضع وليس جمال الوضع أو الحياة الطبيعية على هذا الأساس شايبينج بوليريكل بليفز اللي هو عادة تشكيل الآراء أو المعتقدات السياسية طبعا شيء خطر جدا أنه من خلال التغطية الإعلامية لأحد القنوات دائما يكون تركيزها على الاستخدام الإيجابي لمصطلحات معينة مع شخصية معينة دون الاستخدام الإيجابي لهذه المصطلحات رغم المنجزات الخاصة بأشخاص آخرين من أجل بروباقاندا أو من أجل الحملات التسقيطية ضد أشخاص آخرين وهذا يأطر لفد معتقد سياسي معين تلاحظ الأشخاص اللي يتابع قنوات معينة أو محددة تلقيهم دائما عند نزعة تشددية لهذا الشخص على الأشخاص الآخرين بعض الأحيان بعض الأشخاص يصير عندهم فتشي اسمه confirmation bias أو الانحياز التوكيدي أنه يفترض من خلال نشر خبر معين أنه هذا الشخص هو الشخص المناسب هو الشخص المنتجب المختار لفئة معينة أما الأشخاص الباقين فهم غير مؤهلين لا يمكن أي من المؤهلات اللي تخدم توجههم أو آراءهم الخاصة اللي تتأثر بهذه القناة forming identity بعد ما احنا عبرنا هذه النقاط راح يصل الإعلام إلى تشكيل هوية معينة للأشخاص بالتسميات الفرعية اللي تكون متخندقة ضمن عرق هاي الفئة من الناس دون الأعراق الأخرى أو لون هذه الفئة من الناس دون الألوان الأخرى مثلا أحد القنوات بدأت فترة من الفترات بالتركيز على ذوي البشرة السوداء أو المواطنين من الدولة الفلانية ذوي البشرة السوداء أكيد أنا تعرفون على منه دا أتحدث فهذه ظلت الضخ هذا الخبر أنه هذه الفئة هو فئة مستضعفة فئة فقيرة فئة لا تمتلك من الخدمات لا تمتلك من النجاحات على المستوى الاجتماعي هذه الفئة يعني تم ظلمها مجرد لأنه يحتاجون أنه يقدمون خبر خارج نطاق المعلوم استنفذت وأشبع المجتمع بهذه الأخبار وبدأت تصير فجوة للاستجابة على هذه النوعية لكن يبقى المجتمعات اللي تقدم العاطفة فوق المنطق المجتمعات اللي ما تقرأ هوايا تتأثر بهذا تأثرون كبيرا setting trends طبعا trends هي الموضة أو الشيء الرائج مثلا يتم اختيار أشخاص مجرد لأنهم منتشرين على وسائل التواصل الاجتماعي ما يملكون أي مؤهلات أكاديمية ليس لديهم من الخبرة أي شيء لا يستطيعون أن يتحدثوا جملة صحيحة ودقيقة في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية أو في أي لغة أخرى مجرد هم كم كبير من المتابعين هما يعتبرون نفسهم مؤثرين اجتماعين والمؤثر الاجتماعي هو شخص يؤثر نحن مصطلح المؤثر الاجتماعي هو شخص يؤثر في قرارات الناس بشيء معين أو بمنتج معين هذا الشخص يقدم لهم منتج سواء حذاء رياضي تكرمون أو سواء جواريب ويروج لهم بشكل فضيع أو يختارون كواجهات إعلامية بسبب المرغوبية وبسبب انتشارهم وبسبب إمكانية هؤلاء الأشخاص على استفزاز المجتمع لاحظ هؤلاء الأشخاص اللي يكونون واجهات إعلامية عندهم قدرة كبيرة على استفزاز المجتمع بطريقة واعية أو بطريقة ما دون الواعية كيف؟ يعني مثلا أشخاص معينين يقومون بلقاءات معينة هذا الشخص هو ليس متخصص في الدين يسأل الطرف الآخر عن أسئلة ديني أو يلتقون بأشخاص مثار لغط وضجة اجتماعية بسبب فعل معين قاموا به ويسألوهم أسئلة استفزازية فالمتابع المتلقي اللي يغلب العاطفة على المنطق رح يستجيب إلى فرح يصير ترند تعرفون الخوارج جميع خاصة بالأنترنت وفيسبوك للأسف ويوتيوب وتيك توك يتغلب مدى التفاعل وإنستغرام مدى التفاعل على المنطق حتى هذه ضغطة الزر والموسيقى اللي تسمعها تأطر لسلوك معين رح تخليك مدمن عليه وعدم سماعك لهذا السلوك أو عدم رؤيتك لهذه القلوب أو عدم سماعك لهذه النوت الموسيقية في زر لايك رح تخليك مدمن على الاستزادة منها وبالتالي تدخل في هذه التوامة بصورة مستدامة وتكون انت العنصر أو البضاعة بالنسبة للموقع اللي انت تستخدمها ودعما الخبراء في مجال الوسائل للتواصل الاجتماعي يقول لك إذا كان المنتج اللي تتعامل بي مجاني فإذن انت المنتج بالنسبة لهذه الجهة يعني مثلا فيسبوك تطبيق للتواصل الاجتماعي تطبيق مجاني لكن كل بياناتك هي تباع وحتى كنت انطفي الانترنت فالتلفون يسمع أكوفة خوارزمية معينة تتجسس على الكلمات الرائجة اللي تستخدمها فأنت تتحدث مع أصدقائك على دراجات الهوائية أو على جهاز معين تلقي الدعاية الإعلامية الخاصة بهذا الجهاز هي في الواجهة بالنسبة لك فقدرة هؤلاء الأشخاص أنه يكونون تريند أو موضة أو يكونون هما الفئة النموذج المثال الأعلى رح يكون رح يكون هو مثال الاستفزاز بالنسبة للآدينس أو نسميهم المتابعين أو المشاهدين وبالتالي رح يكون عدهم رياكشن أقوى وبالتالي يكبر عدد المتابعين الخاصين اللي هو المراد بالمحاصلة النهائية الطريقة الأخيرة هي Promoting Cultural Norms Promoting Cultural Norms خلينا ناخذ مثلا نتفلكس نتفلكس كانت سياستها عدم طرح أي مواضيع لها علاقة بالمثلية لكن بسبب رواج هذا الموضوع بدأ المحتوى اللي تشاهدوه مؤخرا يميل كثير إلى طرح المواضيع المثلية أو طرح المواضيع الخاصة بالمساواة في الزواج بالمثليين مع غير المثليين هذا الشيء طبعا هو شيء دخيل على المجتمعات المحافظة فإحنا من ناخذ هذا من منظور إعلامي هذه Promotion of Cultural Norms أو فد أعراف اجتماعية معينة سببها هو وجود أجندة معينة إعلامية لهذا الموضوع ويتم إدخالها وحقنها ضمن المسلسلات أو ضمن الأفلام بغض النظر عن وجهة نظر الأفراد بهذا الموضوع لكن دور الإعلام كلش كبير في تأطير صورة نمطية وفي تأطير أعراف اجتماعية معينة بهذا الموضوع إضافة إلى ذلك إدخال مثلا مفهوم الناس اللي من الشرق الوسط اللي احنا نسميه Middle Eastern ضمن الأفلام تلاحظ دائما يكونون لابسين زي عربي قديم ودائما يكون يأما يتسمون بالغباء أو أنه لهم أفعال عنيفة بالأفلام أو أنه يكونون مخدوعين أو موجودين في صالة قمار يعني عملية إيجاد شخصية عربية في أفلام أجنبية معينة بزي رسمي ويقومون بدور إيجابي قليلة جدا اللي لم تكن معدومة وهذا هو بشكل معين حتى يخلون الأفراد يكون لهم أو لهم على هذول الأشخاص أو نوع من اللائمة أو من الحكم عليهم بشكل معين بطريقة غير واحدة هذه عشر وسائل يستخدمها الإعلام لتغيير قراراتكم وتغليب العاطفة على المنطق وتحرقكم باتجاه معين لا تنخدع لخبر وجود موجود في الفيسبوك مجرد لأنه موجود في الفيسبوك أنا حبيت أطرح لكم هذا الموضوع كونه ضمن اختصاصي أنا كمختص في اللغة الإنجليزية طبعا وتحليل الخطاب ورسالتي بالدكتورة وهذا التخصص فحبيت أحذركم من كمية الأخبار الزائفة اللي تشوفوها حاليا إحنا بالديب فيك أي آي أرا اللي هو عهد الزيف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي أي شيء تشوفه أو تسمعه أو تقرأ ربما ما يكون هو الشيء الحقيقي مئة بالمئة والحقيقة هي نسبية الحقيقة غير مطلقة على اتفاق أكثير من العلماء سواء في المجال العلمي أو في الأدبيات أنه لا توجد حقيقة مطلقة باستثناء بعض الحقاق المعينة اللي تتسم بالطابع الديني ربي معكم ترجمة نانسي قنقر